بتتوقع إيه النهاردة وإزاي ممكن خطة ميكالي في اللعبة تكون هيواجه بيها المنتخب الفرنسي؟ بالتأكيد طبعا هي مواجهة صعبة يعني بخلاف النوع المنتخب صاحب الأرض وجمهور وبنشوف إزاي يعني الدعم والمساندة اللي بيقدمها الجمهور الفرنسي لكل ما هو فرنسي في المنافسات مش بس كرة القدم لأ كل المنافسات الفردية والجماعية في دعم فرنسي كبير جدا للعبين أصحاب الأرض أكيد منتخب قوي ومنتخب فرنسا بخير تيري ونري المدرب أو النجم الأسطوري الشهير في لعب أرسنال السابق واللي يعني بيضم برضو قايمة مجموعة مميزة من اللعب المحترفين في الدوريات الأوروبية كلها في الدوريات الخامسة الكبرى وكلهم أو أغلبهم بشاركة بانتظامة عن ديتهم يمكن النهاردة بيفتقد لتنين من العناصر المهمة في خط الوسط إنزو ميلوت لعب خط الوسط اللي خد بطاقة حمراء على مقاعد أو بعد نهاية المباراة أمام الأرجنتين وأيضا معنى كوني لعب خط الوسط اللي اتنين دول مش موجودين ده بسبب أيضا تراكم البطاقات لكن عنده تشوتارد لعب برضو اللي بيعتمد عليه في خط الوسط وأيضا أعتقد عنده بدائل أخرى في خط الوسط من اللعبة اللي بيقدر يعتمد عليهم لكن العناصر المهمة طبعا والبرزة في المنتخب الفرنسي زي أليكسندر لكزيت المهاجم صاحب 33 سنة اللي ضمه فوق السين تيريون ري بيصق فيه وفي قدراته فعلا كان عنده حسن ظنه وفي اختياراته في المقابل طبعا ميكالي أكيد عامل حسابه على قوة وأداء المنتخب الفرنسي بشكل جبير جدا هم متشوقين قوي النهاردة أكيد أكيد طبعا يعني المنتخب عشمنا بلغة الكورة كده أنه هو يقدر يواجه أي منتخب وده يمكن كلام ميكالي للعيبة وكلام اللعيبة نفسهم اللعيبة كورة تحديدا زي محمد النيني زي زيزو اللي كان لهم دور مؤثر في قائمة فيه يعني تواجد مع مجموعة الناصر الشابة وإزاي قدروا ينقلونه بخبراتهم وقدروا يحفزوهم أنه تقدر تواجه أي منافس طالما أنت ملتزم تكتيكات في الملعب وبتقدم اللي عليك تقدر أن أنت تواجه أي منتخب على أرض الواقع المنتخب الفرنسي دفاعه قوي ما دخلش فيه وليبون قدر أنه يخرج منتخب الأرجنتين تفتكر تيري أونري حيقدر يعمل إيه مع المنتخب المصري يعني محضر خطة مختلفة هوش أكيد شاف مباراتنا وأكيد عارف أنه هو دفاعه قوي يعني ممكن توقعتك لخطته هو طبيعي يعني حتى تيري أونري يتكلم عن المنتخب المصري وقال إن هي مواجعة لأن تكون سهلة وإحنا يعني يتابع أكيد المنتخب المصري في الفترة اللي فاتت أو في الموريات الأربعة منتخب فرنسا قوي دفاعيا بشكل كبير زي ما حضرناك ذكرت لم يستقبل أي هدف يمكن السنائية الدفاعية لوكيبا وبادي السنائية الدفاعية تحديدا هم الأكثر تمايزا والأكثر سباتا وبيعتمد عليهم بشكل قوي وبشكل منتظم المدارب تيري أونري طريقة اللعب المعتادة اللي بيعتمد عليها 4-3-1-2 يمكن ما بيرهاش كتير لكن هي اللي بتحققه للغرض ما بين التوازن ما بين الدفاع والهجوم بيقدر يعمل استغل الأطراف بشكل جيد جدا وأيضا المحور الأساسي للعب المنتخب الفرنسي بجانب السنائي الهجومي لكازيتوة جين فليب ماتيتا اللي هما الاتين فوق السن بالنسبة للمنتخب الفرنسي أيضا مايكل أوليس اللعب المنطقة الحديثة لبارمينيخ الألماني ده يمكن برضو بيلعب تحت رقص الحرب وبيقدم أداء مميز جدا يقدر يحرك اللعيب اللي حواليه لشان كده لازم يبقى فيه رقابة جيدة عليه هذا اللعب صاحب القدرات المميزة جدا ولعب صغير وأيضا يقدر يصنع الفرق بالنسبة للمنتخب الفرنسي لكن أيضا عنده اطلاقات في الأجناب مميزة منتخب الفرنسي حتى الظاهرين بيقدموا دعم هجومي كبير عشان كده لازم دايما غلط للسعاد